السيدات والسادة إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية حيث يتواكب مع مرور خمسين عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذي مهدت طريق لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر كما يأتي متواكبا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون وإنني إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بعيادهم ويأتي متواكبا أيضا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك عده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات شعب مصر العظيم في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعزيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه ترجمة نانسي قنقر